بعد أن تجاوز عددهم الخمسمائة ألف تلميذ مطرود وزارة التربية الوطنية وفي تعليمة موجهة لمدراء التربية تدعو لاستعجال عملية إعادة إدماج التلميذ وهذا قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري حيث حددت رزنام خاصة لتنظيم العملية تنطلق بداية من الخامس من شهر أكتوبر ووفق الرزنام التي حددتها وزارة التربية الوطنية فإن عملية إيداع التماسات إعادة الإدماج تكون في الفترة الممتدة من الخامس لغاية السابع من أكتوبر الجاري على أن يكون الطلب مرفقا بنسخ من كشفي علامات الفصلين الأول والثاني للسنة الدراسية الماضية في حين يتم عقد الجلسة الاستثنائية لمجالس الأقسام لدراسة طلبات الإعادة في الحادي عشر من أكتوبر الجاري على أن يتم الإعلان عن قرارات المجلس في الثالث عشر من نفس الشهر وهذا عن طريق تعليق نسخة مستخرجة عن المحضر في الفضاء الخاص بالنشر في المؤسسة وتبليغها إلى الأولية وزارة تربية وطنية حددت تاريخ الثامن عشر من أكتوبر كآخر أجل لتسجيل التلاميذ المقبولين ويتم في نفس اليوم إنعقاد اجتماع اللجنة المنصبة على مستوى مديرية التربية لدراسة طلبات الطعون المرفوضة والإعلان عن نتائج الطعون في العشرين من أكتوبر الجاري